موسيقى الثالث من أغسطس من عام 1936 قدم الشيخ برهان بن محمد مكلة القمري نائب رئيس جمعية القمريين بزنجبار قدم للكتاب الذي ألفه إيبوني صالح القمري أصالة عن نفسه ونيابة عن الجالية القمرية في زنجبار بعنوان مختصر تاريخ القمريين في زنجبار بمناسبة اليوبيل الفضي للسلطان خليفة بن حارب البوسعيدي الثالث من أغسطس من عام 2004 أدخلت تعديلات على قانون المطبوعات والنشر بموجب المرسوم السلطاني رقم 87 على 2004 تتعلق بإنشاء المؤسسات الصحفية ودور النشر ووكالات الإعلان كما صدر في نفس العام المرسوم السلطاني رقم 95 على 2004 بشأن إصدار قانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون الثالث من أغسطس من عام 2005 احتفلت سفينة البحرية السلطانية العمانية شباب عمان بحصولها على كأس الصداقة الدولية للمرة الرابعة على التوالي في إطار مشاركتها في السباق الدولي للسفن الشراعية بن نرويج الثالث من أغسطس من عام 2007 توفي محقق الكتب محمد بن علي الصريبي ودفن في العامرات بمحافظة مصطط ولد في يافا بفلسطين في التاسع عشر من أكتوبر عام 1939 ونزح إلى نابلس سنة 1948 ثم إلى الأردن سنة 66 جاء إلى عمان للتدريس سنة 1977 ثم عمل في جريدة عمان وأسس ملحق عمان الثقافي وأعد بعض البرامج التلفزيونية ثم انتقل للعمل في المنتدى الأدبي حقق الصليبي جملة من الكتب والدواوين العمانية وأعدها للنشر مثل الأنساب للعوتبي وقاموس الشريعة لجميل السعدي وديوان اللواح وجهينة الأخبار للمغيري والسلك الفريد لابن رزيط وغيرها حصل على الجنسية العمانية في عام 2003 اشتركوا في القناة